الكل يتفق على أن مرحلة الكاظمي هي من أصعب المراحل التي مرت بها العملية السياسية والحكومات السابقة الكل يدرك صعوبة هذه المرحلة تتأتى من طبيعة الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية التي يمر بها العراق ويمر بها العالم ولكن أيضاً هناك صعوبة أخرى تواجهها حكومة الكاظمي هي مستوى الخلاف والتقاطع بينه وبين القوى السياسية الأخرى الشريكة بالعملية السياسية وبالأخص القوى التي جاءت بالكاظمي أو توافقت أو اضطرت للتوافق على أن يكون الكاظمي رجل هذه المرحلة وعندما تدخل في داخل أو عمق هذه الأسباب والمسببات لا تجد أن الخلافات تحمل طابعاً وطنياً أو مصلحة وطن لكنها تغلف كما اعتدنا عليها في كل مرة إنها الحرص على الوطن والحرص على المكون والحرص على العملية السياسية ولكن الحقيقة هي المصالح وخدمة المصالح وخدمة القوى ومواقع هذه القوى ومصالح هذه القوى وبالتالي هذه القوى في كل مرة ترسل إشارات إن زحمها أحداً على مصالحها فيا له من عقاب سينتظره ولا أدري ولا أعلم إلى أي مدى هذه السياسة سيبقى هؤلاء السياسيون مصرين عليها مصرون عليها لأنهم في كل مرة يأتوننا بمنطق وأفكار لا تكاد أن تشبهنا ولا علاقة لنا بها ولا علاقة للوطن بها وبرغم كل هذا وذاك الشعب لا يعذر أحداً لا يمكن أن يعذر السيد الكاظمي ولا يمكن أن يعذر الطبقة السياسية لأنه في كل مرة هذه القوى لا تنتجس والخطاب والوعود والشماعات التي تضعها على شاشات التلفاز وأمام الناس كلاً يأتي وقال المرحلة صعبة كلاً يأتي وقال التركة صعبة للêm صخمة قائل لك تعال لليش أنا ما أدري التركة صعبة لليش أنا ما أدري تراكمات ثقيلة لليش أنا ما أدري البلد مبيوك أنا إيش ما أدري البلد منهوب لكنه البلد يبحث على الرجل عن قائد حقيقي طالع من ظهرابو راضع من صدرمان الغلطان وقفة على تكرجن والكفاءات حتى في مكاناته ونتحاسب على المكشوف لذلك هذا الذي جعلنا في كل مرة نتراجع أننا نجعل من المناصب مغانم ونقص الكفاءات حتى نجامل فلان وفلان هذا الذي ما زلنا نتأمله أن يفعله السيد الكاظمي